بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والعصول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة ان شاء الله انا اخد برنامج بسيط جدا لازالة الخلفية. وكمان هناخد موقع بيزيل الخلفية. يعني ايه بيزيل خلفية? يعني انت متصور في الصورة في البيت عندك ومش عايز شكل البيت يظهر او الشكل الطبيعي اللي حواليك تظهر. فممكن تظهر انت بنفسك. وتقدرت كمان تتحكم فيها يدوي انك انت تمسح بنفسك الحاجة اللي انت مش عايزة. البرنامج تقريبا 23 ميجا بايت من جوجل بلاي. اسمه هنقول له اوبن. نشوف بس الايكونة الخاصة بيه هتظهر بالشكل ده. وبعد كده هنفتحه. البرنامج ده هنستفيد بايه? في ربح المال. البرنامج ده هنستفيد بفربح المال. هقول لكم ان شاء الله بعد شوية. خليكم متابعين. اول حاجة بتقول له يعني حمل الصورة. هيفتح لك الجلل الخاص بيك. او اه الصور. وتختار مسلا اي صورة انت عايزها. صورة زي دي مسلا. وبعد كده بقول له دن. لو انا عايز اقللها او اوصها باقصها من الاسهم هنا. وبعد كده بقول له دن. طيب عشان بقى اشيل الجزء اللي فيه مشكلة اقول له ماجيك. اخلي النقطة هنا. النقطة دي. على ايه? على الجزء اللي انا عايزه يتشغل. عامل عنده تاني. ماشي. اقول له ما نقول لهم ماجيك. اقول له هي دي. انا ترقيه اللي انا بخلي شايفين الدي والدورية دي بخليها على اللون الاحمر. بختار ماجيك وبختار الصورة بالزبط. بختار اللي حواليها اللي حواليها بتشيله. كل ده انا مش عايزه فبشيله كده. من طريق كلمة ماجيك. او ممكن اختار 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 او يدوي. واكبر العلامة الدورية دي. ومجاي مسلا هنا. ومشايل زي كاني بمسح باستيكة الصورة التانية اللي في الخلفية. اللي هي الرخامة دي باشيلها. زي ما انتم شايفين. طيب انا بعملها بسرعة ما فيش دقة قد كده. كمانتو هتعملها بدقة اكبر. انا بس بوضح. الفيديو. مسلا انا عملتها كده خلاص. في جزء تحت ما تعملش. ده كده. ده كمان وده. كده تقريبا انا خلصتها. بعد كده بقول له من فوق هنا. وقول له سيف. بقول لي درجة السموز اللي هي الانسيابية. اختار اي درجة مسلا خليها تلاتة. وقول له سيف. ويبدأ يحفظها بكل سهولة. عايز تشايرها على الواطس على اي حاجة. بعد ما تقول له فينش هيجي لك وجهة البنمج من مرة تانية. واتلاقي الصورة نازلة عندك. طيب دلوقتي هل في موقع بيعمل لنا الخطوة دي. اه. في لو انت دخلت من جوجل وكتبت ريموف بي جي او باكراوند يعني. هيظلك اول موقع اسمه دابي دابي دوت ريموف دوت بي جي. يعني ازلت الخلفية. هتضغط عليه. هيظلك الموقع ده. بعد كده هتختار يعني ارفع الصورة اللي عندك اللي انت عايز تعملها. اختار برضو نفس الصورة. دي حاجة اسمها بيحلل الصورة. يعني دي يعني الصورة الاصلية. ودي يعني تم ازالة بعد ازالة الايه? يعني بقى الطبق بس. عايز احملها بقول له دون لود. احاول احملها كمان دون لود اتش دي. قدر احملها بكل بساطة عن طريق دون لود اتش دي. كمان لو انا مش عاجبني الشكل ده بقول له ايدت. او هو ما مسحش اللي انا عايزه كله. ببعد اختار ايدت هنا. وقول له وابدأ اعدل عليها كمان. فطبعا حاجة كويسة وممتازة جدا. كل ده موقع مجاني. ده موقع مجاني. طب هستفيد انا ايه بقى من القصة دي كلها? انا بحب بشرح يعني بشكل مطول. بحيس انك انت تبقى فاهم. ما بحبش اللي بيشرح مسلا في ريلز مسلا او تلاتين ثانية او ستين ثانية. اه حاجات كتير جدا وبيختصرها والناس بتقولش فاهم حاجة. والناس بتخش وتقول انا مش عارفين نربح ومش عارفين نكسب. فمعليش عذرا يعني اللي انا اه بطول عليكم شوية بس عشان الناس تفهم وتتعب كويس جدا. بعد كده مندخل على موقع ربح المال او فريلانس زي مواقع كتير جدا او فريلانس اول حاجة بعمل سيرش هنا وبختار ببحث عن حاجة اسمها او باكراوند ريموف. باكراوند. او مزيل الخلفيات. طبعا عشان تبقوا فاهمين الموقع مش بيدي لك الحاجة بكل بساطة كده. فانت بتختار في طبعا حاجات المستوى بتاعها يعني ناس خبرة كبيرة جدا. في او متوسط. احنا عايزين بقى اللي هو اقل مستوى. فاحنا لازم تختاره في حاجة اسمها الفلتر اللي هي دي. نختارها هنضغط عليها. يعني انا هقول له بقى اختلي اقل مستوى. يعني المستوى المبتدئين. ده خمسة اربعين مهمة. الانترميديد مية وعشرين. الايكسبرت خمسين. اقول له مسلا الفلوس عايزها في حدود اندر تين دولارز. يعني يعني من عشرة دولار. يعني في الساعة هكسب عشرة دولار. او او مبلغ ثابت. بحدد لزان مية. يعني اقل من مية. من مية لخمسمية وهكزا. احنا هنشيل فكسد برايس. احنا عايزين بس اللي هو عشرة دولار. ممكن تختار عدد الصور اللي انت هتعملها اقل من خمسة من خمسة لعشرة من عشرة لخمستاشر. تختار مثلا من اول واحدة اللي هو احدث حاجة نزلت. الموضوع اللي انت بتبحث عنه. هتبحث مثلا عن صور فتشوف مثلا. او في اي مجال انت عايز تعمله. وبعد كده بتقوله احنا عملنا بس اللي هو اقل مستوى. وبعن له يعني نفذ الفلتر. او جاب لي دلوقتي هو يعني في الساعة من عشرة دولار لخمسة عشرين دولار. هنا برضو الساعة عشرة دولار. كل دي. يعني هتشتغل هتكسب عشرة دولار في الساعة. فطبعا حاجة ممتازة. اما حاجة المهمة اللي هتخشها. حاجة اسمها لازم تبقى علامة صح هنا. عشان تتأكد انك انت تشغل تمام. وان هو عمل المدفوعات. واكد حسابه في الموقع. بس دي كل حاجة. لو عايزيني اشرح باستفادة اكتر. قلوا لي في التعليقات. يا ربكم ودعاكم. منصول تشترك في القناة وعمل اجابة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.